أعلن الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة أنه لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء القتال في أثيوبيا في حين حذرت الأمم المتحدة من أن خطر انزلاق أثيوبيا إلى حرب أهلية وزعت النتاق قائم وقدم كل من مبعوث الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي الرئيس النيجري السابق ومنصقة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة إحاطة لمجلس الأمن الدولي هذا وقال أوباسانجو متحدثا من أثيوبيا أنه بحلول لنهاية الأسبوع نأمل في التوصل إلى برنامج يوضح كيف يمكنهم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وانسحاب للقوات يرضي جميع الأطراف